في بعض الناس مثلاً بوجهه تجاعيد هو مبسوط فيها بيقول لك أنا عادي بدي تجاعيدي ومبسوط وفي ناس أول ما تبلش أول تجاعيدي بوجهه بيجي بركض مشان الله بدي أي طريقة بحيثين أشيرها لكن إحنا بنحكي مبدأ عام قمة الشباب الشباب يعني ذروة الشباب هي على سن 27 27 سنة هو قمة الشباب من ناحية بدء ظهور التجاعيد طبعاً أنت بتحكي لي والله أنا شفت في ناس عمره 18 سنة وفيه تجاعيد صحيح لكن العوامل الخارجية اللي بحيطة بالإنسان بتزيد احتماليتها من ضغط نفسي من استرس من أمراض أخرى مصاحبة إذا كانت بتزيد احتمالية التجاعيد والمرضى واعتناء بنفسه واعتناء ببشرته وبجلده هو بحب هو بفضل فلذلك في ناس ما تحتاجه لأعمار الثلاثينات والأربعينات وفيه ناس تحتاجه بالأول العشرينات فهي تأتي بين الناس لكن نحن بنحكي بعد السبعة وعشرين يبدأ الحاجة إلى البوتوكس لكن تأتي أنت في بعض الأحيان تحكي أنه مثلا والله أنا ما بدي أزيل تجاعيد أنا بدي أسوي حركة معينة بالوجه مثلا يأتي واحد من يعني هو طبيعة وجهه أنه عنده مثلا الجفن نايم على العين وهذا من عمره عشر سنين هيك هذا أنت بدك تحقن له بوتوكس لنحكي لشوية تخفيف من هذا الأمر بأماكن معينة ما رح تحقن بوتوكس كامل رح تحقن بأماكن معينة عبرات دقيقة معينة تتحكم بهذا الجفن نعم وفيه يعني فيه سكيم رسمة يعني العين كل العين هي محاطة تقريبا ب 12 عضلة مكان ما بتحقن بدها تشتغل فهي عبارة عن ميكانيكية معينة بين الشد والرخي بالعضلات بناء عليها أنت بتشتغل بالوجه زي ما بدك والشيء اللي ناسب المريض فأخصاء التجميل لازم يكون عنده نظرة مستقبلية لإيش النتيجة اللي هو بدريها أتوقع معنا اتصال رانيا تفضلي أنت على الهواء رانيا اتصال رانيا تفضلي أنت على الهواء رانيا مرحبا رانيا وطي لي صوت التلفزيون أهلا وسهلا وطي صوت التلفزيون على الأخير واسمعينا من التلفون مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال؟ أهلا وسهلا يا راني أهلين بس عندي سؤال الدكتور تفضلي دكتور سفور معي تفضلي مرحبا دكتور أهلين أهلين تفضلي كيف حالك؟ حلا بس بس حكيت أنت أنه بوتكس بيعارج أمراض الأعصاب نعم طب سأل دكتور مريض الأمأس تصلي باللوحي الأمأس تصلي باللوحي هل هناك سؤال آخر غير سؤالك هذا؟ لا بس أنه مريض التصلي باللوحي نعم الآن التصلي باللوحي ميكانيكية المرض نفسه وهذا إلو أهل اختصاص أمراض الأعصاب نحن مش كتير لكن لمحة عامة أنه التصلي باللوحي هو مرض يتعلق بوجود بقع بيضاء داخل الدماغ الآن بتسبب مشاكل عصبية معينة بس ما إلو علاقة بنقل الأمر العصبي من الأعصاب إلى العضلات فأصلا المشكلة بالمرض ما بتدخل فيها البوتوكس ما رح يتدخل فيها البوتوكس بيشتغل على العضلات نعم فلذلك الـ MS بعطوه مادة ثانية اسمها إنترفيرون بيعالجوه فيها يعني فيه أمور أخرى يمكن أهل اختصاص بيعرفوها لكن هو ميكانيكيتو نحن حكينا يستعمل للأمراض التي إلها مشاكل بنقل السيال العصبي أو الأمر العصبي من الأعصاب إلى العضلات هون بتدخل البوتوكس شكرا دكتور راني يا رب نكون جوابنا استفسارك على فكرة نحن نفكر قريبا يعني في القريب العاج إن شاء الله إذا سحلنا أنه نعملكو حلقة على الـ MS على التصلب اللواحي سلامته ألف سلامة من مكان مصاب فيه وبحب أزيد على معلومة دكتور صفوان هو يمكن كمان مرض أوتو أميون يعني من الجسد ضد الجسد نعم فهو متطور ويتطور يعني ويمكن حل نهائي له لهذا اليوم ما أتوقع أنه فيه فرصة تسوي حلقة عنه يس طيب بدي أمشي بسؤال إيش إحنا قلنا بأي حالات يستحب البوتوكس طيب بأي حالات لا يستحب البوتوكس مين ما بينفعله بوتوكس عشان إذا بيكون عارف حاله بيسمعنا هذا بيكون عارف حاله إنه عنده هذا الشيء ما لازم يعمل بوتوكس مين اللي ما بينفعله بوتوكس أو بوتوكس هناك أشخاص معينين يمنع أنه يحقن البوتوكس وفيه أشخاص لا يحبذ نسميها بالضبط اللي يمنع طبعا هي المرأة الحامل الحامل ممنوع البوتوكس تماما أبدا حتى في الوجه لأنه وجده شو مكان لأنه وجده أنه نفس البوتوكس طبعا إحنا نحقنه بمكان معين ينتشر بالجسم بكميات قليلة جدا ما تتأثر فيها الجسم لكن عند الحامل البوتوكس هذا البروتين يعبر البلاسنتا اللي هي المشيمة وبروح للطفل وبأثر على حركة لذلك يعني أنا ودائما هذا السؤال أنه حتى في مريضات مثلا تحكي لي أنه طبعا أعطينا كريم معين عشان يعني أي إشي بس أنه أمشي حالي مثلا بالحمل فإحنا دائما القاعدة الثابتة خلصي حملك أولدي وبعدها بفرجاء الله لكن أثناء الحمل ما منحب أن نسوي أي إجراء مع أنه في إجراءات كثيرة هي سليمة مية بالمية وثبتت بالعلم لكن البوتوكس هو ممنوع بالحمل ممنوع هاي أول شيء من غيرهم اثنين عنا مرضى بمرض معين اسمه مايستيني غريفز ممكن صراحة ما بعرفش اسمه بالعربي لكن هو مرض مرض معين هو الجهد العضلي المتراكم بسبب ضعف العضلة بما معنى أن الشخص مثلا نحكي بتحكيله غمض عينك وفتحها مثلا لفترة لا دقيقة بتلاقي مثلا ظل يفتح ويغمض بعدها بوصل لمرحلة أنه يغمض ما بقدر يفتحها فبصير فيه إجهاد بالعضلة بسبب برضو إحنا النقل السيال العصبي من الأعصاب للعضلات يتم وقفه إذا أعطيته بوتوكس توقفه أكثر لذلك هذا يمنع أنه هذا والناحية الثالثة اللي هي في عندنا نوع من المضادات الحيوية اللي هي الأمينوغلاكوسايد هي عائلة من أحد العوائل المضادات الحيوية نعم إذا أنت أثناء ما بتأخذها ما بيصير لأنه الجسم بيشكل أجسام مضادة مع المضادات الحيوية هذه ضد البوتوكس فأنت على أغلب ما رح تستفيد من الحقنة مهم فحلو الواحد لما يروح يحقن عند طبيب يحكي له والله مثلا أنه أو الطبيب أكيد أنه رح يسألهم عم تأخذ أي أدوة يعني أنت حامل بتأخذ أدوية في مشاكل صحية أكيد هذا السؤال يعني بديهي رح يكون لكن بيظل أنه أنت برضو يعني حيط الطبيب بأي معلومة أنت بتحس أنها مهمة يمكن تفيده وتفيدك أكيد هذا من أقول من واجبات المرضى يمكن أن يدير بالهم على حالهم لأنه يعني واجبنا أنه نسأل بس جل من لا يسهو ممكن أن مع الأسف بعض الحالات أنه يسهى أي كادر صحي أو طبي عن سؤال مهم فبرضو إذا المريض يخبر بوضوح كل شيء عنده هذا بيكون سليم إذا أخذوا اللي عنده اللي عم بيأخذ أمينوكلايكوسايد شو بيصير؟ ما رح يستفيد وعلى أغلب رح يظل فيه أجسام مضادة جو الجسم ترفض جلسة بوتوكس أخرى يعني فبصير يحقن وما يستفيد آه بيتشكل أجسام مضادة إلو نعم نعم وإذا ما أخذه وهو عم بيأخذ يعني خلص علاجه بالمضادات الحيوية وأخذ البوتوكس يعني الأمور بتكون نوعا ما أحسن يمكن يكون فيه نسبة أقل بس عموما هدول الأدوية اللي يعملوا أجسام مضادة للبوتوكس نعم 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 باتن أي أسباب أخرى فيها يعني نحكي شوية غير مستحب زي ما أقول إيش الغير مستحب؟ مثلا نحكي إحنا أمراض القلب ونخص بأمراض القلب المشاكل اللي بيكون فيها بالكوندوكشن سيستم اللي اللي هو نسميه كهربائية القلب مشاكل كهربائية القلب بالناس اللي عندها رفة بالقلب أو عندها مشاكل من ناحية عضل ضربات القلب إما زيادة أو نقصان هذول لأنه أنت دخلت برضو بميكانيكية شغل العضلات مع الأعصاب وكذلك فشل الكلاوي وفشل الكبد وغيره وغيره لأنه إحنا مادة البوتوكس يمكن حكيين أنه تستمر لفترة معينة بعدها بتروح ست شهور نحكي من ناحية التجميل بسبب أنه المادة أول شيء العصب بيجد طريق آخر لتوصيل العضلة الشغل الثاني أنه يتم استهلاكه ببعض الأنزيمات اللي موجودة بالجسم تفرز من الكبد فإذا كان الكبد عندي أنا في مشكلة هاي الأنزيمات ما رح تفرز بشكل كويس فلذلك احتمال أنه تعطي جرعة عادية للمريض والمريض تطلع عنده جرعة عالية لأنه لا يوجد إنزيمات سيطرة على نعم فهو غير مستحب بعض الحالات ممكن ناخده بدنا ناخد إتصال معنا تفضلي مين معنا على الهواء؟ أم حمدي أم حمدي أم حمدي تفضلي أنت على الهواء بكتور طفوان معي لو سمحي نعم تفضلي يعطيك العافية يخي لو سمحت أنا عندي شاب عمره 30 سنة نعم مع الخيط صار في وجهه زي كلف نعم أو حفر أم حمدي أيوة أنت معنا سامعة دكتور صفوان أيوة أنت عم تقولي صار معه كلف قالك أو حفر يعني صار في تجوفات بوجهه؟ زي سواد هيك عند الوجه من الخيط نعم من الخيط راح لدكتور بقول له زي هاي بصيلات الوجه نعم سؤالك تفضلي السؤال سؤالي أنا فيه إلو علاج لأنه في وجهه زي السواد صار يمكن أنا سأجابك على السؤال يمكن هو بعيد عن موضوعنا لكن الآن بصراحة هو فيه إلو علاج للتخفيف من آثار التهاب بصيلات الشعر لأن الالتهاب بصيلات الشعر على فترة طويلة بتدخل بكتيريا معينة اسمها ستاف أوريس بتدخل على جذر الشعر فبسبب التهاب وحبه الآن لما يجوا الشباب يشيلوها بالخيط هذه الشغلة الصالونات بشكل عام أنا لا أستطيع أن أفتي فيها لكن أنه اسلوب الخيط هو خطأ لأنه أنت تطلع الشعر من جذرها بظل مكان الالتهاب بالضبط كأنك أنت جايب شتلة بتشيلها من قوارة بظل الفراغ الفراغ هذا بصير حفر وكذلك الالتهاب بسبب أنه فيه تصبغات بس على كل حال لا يمكن أحكي أنه هاي الحالة يعني إن شاء الله فيه إمكانية لعلاجها لكن يفضل أنه تنفحص وتنشاف يفضل الفحص السريري عشان يتأكد إيش هو عشان مثلا إذا بده يفحص الدكتور سابوان يعرف إيش بالضبط عم يحكي عنه يتأكد مش على الوصف بس يتأكد يشوف بعينه ويقيم إذا بيقدر هذا المريض يتعالجه لا إن شاء الله أتوقع أنا أن يكون في حلول لهيك حالات بنرجع بنحكي إحنا هون بنحاول نوعي قد ما بنقدر فإذا بتقدروا تسألوني أسئلة إنفيدكم فيها توعويا أكتر ما نجاوب عليكم بنقولكم الفحص السريري هو المطلوب بيكون لكم أفيد مع أنه أهلا وسهلا بجميع الاستفسارات بس عشان تستفيدوا أكتر إشي ممكن منها طيب دكتور إنت بما أنه حكينا صررنات ومصررنات فوتنا على الموضوع عم نسمع أنا أعلم أنه واقع بالأردن مع الأسف في بعض المواقع الغير طبية وغير مؤهلة طبياً عم بيحقنوا بوتوكس وغير بوتوكس يعني شو ما بدك عم بيحقنوا؟ شو الأضرار؟ إيش ممكن يكون المريض أو الشخص أو الفرد أو الصبية عم بتعرض حالها لإيش بهاي الحالة؟ إيش ممكن نعيهم؟ ليش لا؟ ما بصير نعمل هيك شيء؟ أو هل بصير وأنا ما بعرف يعني مثلاً بصير يعملوا هيك شيء؟ أرى هذا السؤال مهم كثير يعني وصارت في كثير من المرضى يأتيوا بمضاعفات معينة بحقنهم يعني عند أشخاص غير مؤهلين يمكن أو المكان غير مؤهل أنه يتم فيه حقل هناك أكثر من شق للمشاكل التي تنتج عن هذا الموضوع وهي عدم وجود الإشراف الطبي هذه أول شيء هناك أي مادة في العالم لكي أجيب التشبيه للناس بشكل عام بشكل قريب الآن أي شخص يأتي عنده إنفلونزا أو يرشع أو كذا ويأتعب 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 على الطوارئ ويأتعب 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 الآن عندما نأتي إحنا إبرة البنسلين أو أي مضاد حيوي نسبة أن يكون الشخص عنده تحسس منها مئة بالمئة نسبتها ما بارك يمكن أن تطلع واحد بالمئة ألف بالمئة ألف تصادف أن هذا الشخص يروح ويأتعب ويأتعب يكون عنده تحسس فلما يأتعب ويأتعب به الطوارئ صارت عنده مشاكل ودنيا وخفقان الآن المشكلة بالموضوع عندما يكون في طبيب بيحقن أو غير طبيب إذا كان في طبيب بيحقن وصارت مضاعفات عند المريض تحسس أو أي مضاعفات بيظل هو طبيب مشرف على هذا الموضوع بإمكانه يتصرف بسرعة ويمتل حياة المريض بعض الأحيان بتهدد الحياة لأنه إحنا يعني أنت كطبيب بستعين بزميلك أو بتنقله على طوارئ بتسوي أي شيء بس أنت بظلك طبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر